إذا انتقلنا من موقف الولايات المتحدة اللي حضرتك وصفتوا أنه هو موقف فاضح ومنحاس تماما لإسرائيل مخزي مخزي للأسف الشديد ولأول مرة اجتماع مجلس حرب كما ذكرت ووقع لم تحدث من قبل إلى مواقف أخرى أطراف دولية أخرى زي الاتحاد الأوروبي مثلا بدأت النبرة هل تتغير في بعض العواصم احنا شوفنا مبارح وثيقة أوروبية بتتحدث عن ترتيبات الأوضاع ما بعد غزة فكرة الحماية الدولية أو وضع أكثر من طرف دولي وأن تكون غزة تحت الوصاية أو الحماية الدولية شايف الأصوات الأوروبية إزاي وموقف للتحدي الأوروبي فانت أوروبا منقسمة على نفسها وكما تعلمون حضرتك أنه كان فيه قمة أوروبية يوم الخميس وجمعة الماضية وصدر عنها بيان بعد مدولات وخلافات في وجهات النظر قبل أن أقاد قمة وخلال المناقشات اللي دارت في القمة حول العناصر الأساسية لتحكم الموقف الأوروبي ففي البيان دوت طلبوا بهدنة إنسانية دائمة ومساعدات لكن لم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار لأنه أما نجي نحلل الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي في إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زي الموقف الأوروبي إزاء الوضع في أوكرانيا هو موقف تابع للإدارة الأمريكية يعني كان فيه بعض الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا بتتحدث قبل هذا العدوان على أن أوروبا يجب أن يكون لها قرارها الاستراتيجي الخاص به دا كان تموح بيتكلموا عن كده بس موقفهم في أوكرانيا وموقفهم بقى الأخير بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة ندل على شيء يدل أن أوروبا اليوم ليست هي أوروبا جنرال دو جول ولا ليست هي أوروبا جاك شيراك لا دي أوروبا ولا أوروبا بيان البندقية في يونيو عام 1980 اللي كان أول مرة يصدر بيان رسمي عن الدول الأوروبية اللي كانوا ساعتها المجموعة الأوروبية وفيما بعد الاتحاد الأوروبي اللي بيتعامل فيه مع القضية الفلسطينية ببعدها الوطن لا أوروبا النهاردة ليس هذا اللي بيدير المعركة كلها حضرتك هي الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده المكالمة التليفونية اللي تمت بين السيد الرئيس والرئيس التانية اللي كانت أول أمس والعناصر اللي وردت فيها هي بتعكس الموقف المصري يعني إذا حضرتك حللتوا العناصر أو الموضوعات اللي تم منقشتها هي كلها حضرتك بتتفق مع موقف مصري فيه طبعا ما كانش فيها وقف إطلاق نار لأن الولايات المتحدة حتى أمس زي ما حضرتك قلت لا تتحدث عن وقف إطلاقنا بحجة أن ده هيخدم حماس بزرط لكن كان فيه عناصر أساسية فيها أنا حذكر ثلاثة أول عنصر اللي هو المساعدات الإنسانية تدخل بسرعة وبصورة فورية وده تحقق العنصر التاني أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتتفق مع مصر معارضة التهجير القصري للمواطنين الفلسطينيين وفي مكالمة أمبارح مع بين بايدن وبين الملك الأردن برضو أكد هذا أكد علي العنصر التالت بقى حضرتك وده بيتتفق تماما مع الموقف المصري هو أنه مصر والولايات المتحدة الأمريكية هيتعاونانا في تنفيذ حل الدولتين إذا حللنا كل ما جاء في هذه المكالمة التليفونية بين السيد الرئيس وبايدن هنجد أن الموقف المصري منذ اليوم الأول فرض نفسه على الأجندة الدولية هل الموقف المصري وشدة الحسم اللي بيتكلم بها سيدة الرئيس منذ البداية أنه لا مساس أبدا بالثوابت المصرية ولا مساس أبدا بالأراضي المصرية وفي نفس الوقت مع حل الدولتين لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية ده ساعد في تخفيف حدة الخطاب الأجنبي اللي كان بيتم التعامل به يعني إحنا شفنا ومازال الموقف على الأرض إلى الآن إن مكرام مثلا لما كان بيزور مصر كان بيتكلم في أنه هناك مهاجمة لكل ما هو يهودي فقط لأنه يهودي ويتكلم فيه حاجات من هذا القبيل ولكن نهاية المباحثات أنه سمح أو بعت طيارات للمساعدات الموقف الإنساني تغير حتى وإن لم يتغير الموقف السياسي هو الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي تجاه العدوان الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية الخامسة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يتغير في بعده الإستراتيجي ويقوم على مبدأين والمبدأين غلط مبدأ الأول حق إسرائيل في الدفاع النفسها أو المبدأ وده مبدأ خاطئ ما كل الدول الفرنسطينيين عندهم حق للدفاع النفسه ولهم حق ده شعب تحت الاحتلال وله كامل الحق في مقاومة الاحتلال ده المبدأ الأول المغلوط لأمريكا وأوروبا دايما حق إسرائيل في الدفاع النفسها المبدأ الآخر هو أنه يجب القضاء على حماس وده مبدأ مغلوط لأن نفس الأمريكان بيتشككوا في قدرة إسرائيل في القضاء على حماس أيوة ممكن ممكن هتحدي من القدرات العسكرية لحماس لكن لن تقضي على حماس وإذا افترضنا جدلا أن أنت نجحت في القضاء على حماس أنت بهذا العدوان الشرس بتغذي حماس أخرى أنت بتؤدي إلى التمهيد لزهور حركات مقاومة أقصر تطرفا من حماس أقصر تطرف أكثر تطرفل أحماس إنها أخذت طرف أحماس أنت بتغذية حماس من أحماس يمكن أن تغذية حماس